برشلونة الذي كان على بعد شعرة بينه وبين الإفلاس في ظروف تعتبر الأسوأ في تاريخه إلا أن البارسة تفوق على نفسه أشجد شفا وسحل بايرن ميونيخ واكتسحه بأربعة هداف مفتتحاً الملحمة بهدف لرافينيا وبعدها تعادل الباظريون بهدف سجله هاري كيل وتورط ليش؟ لأنه بهذا الهدف أيقظ العفريت من سباته بيدري عاد ليلعب مجدداً وأبدع الرافينيا سجل باليمنا وسجل بالإسراء على نوير ولو أكو رجل ثالثة همتشان سجل بيها لامين جمال على خطى الأسطورة ميسي ليفاندوفيسكي كأنه في العشرينيات ويسجل هدفاً على الطاير وكأنهم يقولون للريال فزتوا على بروسيا دورتمونت إحنا فزنا على بايرن ميونيخ ولمقالة بيوم السبت وكأن المباراة كانت بين ريال مدريد وبرشلونة بس من وراء الحائط وكأن النزال بينهما لإستعراض القوة والعضلات وإيهما سيسحى المنافسه في الملعب طبعاً جماهير نعور الهموم ما قصروا بالاحتفال يوم أمس وهم يصرخون دق على رأسك حين مدريدي مدريدي شعليهم؟ ما أعرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برشلونة المركز التاسع برشلونة المركز التاسع في ترتيب دور الأبطال برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات بينما يحتل بيرن ميونيخ المركز الثالث والعشرين بثلاث نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي أما رافينيا فقد فاز بجائزة أفضل لعب في المباراة بعد تسجيله ثلاثية في فوز تاريخي لبرشلونة على بيرن وبالتأكيد هكذا حدث كروي لم يمر مرور الكرام دون تعليقات وآراء تنافسية بين المعلقين والمتفاعلين فاخترنا لكم هذه التعليقات نبدأها من تعليق كتبه أحمد روكان ماذا قال أحمد روكان يقول أحمد روكان أخوان اللي يقول راح تخسر من ريال مدريد أقول له ما يهمني الخسارة والربح شي وارد في كرة القدم المهم عندي فريق بأمل الفوز الريال قوي وقوي جدا وآخر مباراة تشالة تتخبل لهم أتمنى الفوز للبرشة مشجع محب ومن حقي اي من حقك طبعا تعليق آخر من خستاوي خستاوي يقول عجب مبارحي يعني يقول خستاوي فوز برشلونة وسحبهم السيفونة على بيرن ميونيخ هو الفوز الأعظم على ريال مدريد والخسارة الأكبر لجمهور الريال بعد بيمني زامطون غلابت دورتمونت وإحنا سحقنا البيرن اللي مقالة بيوم السابت كل هده تراهن على يوم السابت هناك تعليق آخر من الريالي المتطرف غير يقول شحلاتنا أمس فيزنا خمسة ونمنى وربع ساعة ما دوقنا العالم ويانا والجماعة قصة البرشلونيين يحتفلون للصباح اليوم اش بيكم بابو ممصدقين يلا يلا ما يخالف تتلاقي الوجوه يوم السابت ونشوف من اللي راح يحتفل تعليق آخر من هند تقول هند العبيدي المدريدي عنده ريمون تادات بتاريخكم كل إديالة حقكم أول مرة تشوفون هذا الشيء وإن شاء الله آخر شيء يا يوم هاي دعت على البرشلونيين تعليق آخر من مريم محمد تبدأ بضحكة تقول نواعير وأخيرا وأخيرا فستوا على بايرين المدريدي ينتظركم حتى تنسحلون افرحوا هسه ويوم السابت تجيبوا كلينكسو إياكم لأنه راح تفتشون هواية وتصيرون نواعير مناعور واحد تعليق آخر ومداخلة من منتصر البرشلوني يقول شوف الرياليين من يمهم قامزين إيش بيكم جايكم الدور وعلى الصاتور إلا نسويكم كباب أبو أربع قلبات يا يابع الكاهي والقيمار مرافينية إلا نسويكم مندي لحن إلا نسويكم تشريب مالدجاج أولي على البرياني أبو الكشمش التعليق خلاني أمطق شبيك جوعان خوي منتصر جوعان قل إذا جوعان يوم السابت عزمك مو بس أنت انت وعادل بالكوترال ويانا ياناكم برشلوني عازمكم السابت